اجتمع سعدة الدكتور عبداللطيف بن رشد الزياني وزير الخارجية مع معالي الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة جاء ذلك بمناسبة مشاركة الوزير العراقي في اعمال دورة سابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الاخوية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة وصبر تعزيز اطر التعاون والتنسيق الثنائي في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين بالاضافة الى استعراض اخر التطورات والمستجدات على السحتين الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك